وكمان في تنس الطولة الاهلي كمتفوق وزي ما جفت صحيفة الاهرام فاز النادي الاهلي هذا العام ببطولة القاهرة لتنس الطولة لفريق الرجال وفي فرق الانسات فاز فريق الاهلي بالاولوية والثاني فريق الاهلي به يعني الاهلي شارك بفرقتين للانسات فازوا بالمركزين الاول والتاني والخبر كمان قال وفي البطولة الفردية فاز كل من الابطال الاول مصطفى ابوهيف من الاهلي والثاني حسين البشلاوي والثالث توحيد هلال وفي البطولة الفردية للانسات الانسة بيا فسليادس من الاهلي والثانية خديجة رفعت من الاهلي وفي زوج الانسات فازت تدي وبيع من الاهلي وفي الزوج المختلط فازت نفيس الحفني ومصطفى ابوهيف من الاهلي يعني الاهلي اكتسح بطولات تنس الطولة في الفرق والفردي بكل انواعه وذكر التقرير السنوي للنشاط في النادي والمقدم للجمعية العمومية الاتي كان النادي في العامين المنصرمين في طليعة الاندية المصرية في جميع الالعاب التي تم ادارتها يعني تم تنظيمها وكان النظام والروح الرياضية الحقة والخضوع للقوانين في مقدمة المسائل التي عني ببثها في جميع نفوس اللاعبين وتبع ذلك بطبيعة الحال تقدم رياضي من الناحية الفنية حتى بلغ اللاعبون في فرق النادي مستوى عالي كانت له قيمته في مختلف انواع بطولات القطر موسيقى